تلقى قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية اتصالاً هاتفياً من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لتقديم التعزية في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن فضيلة الإمام الأكبر قد أعرب عن خالص تعزي في الضحايا وصادق مواساته لأسارهم وذويهم متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وأكد فضيلة الإمام الأكبر على أن الشدائد تجمع المصريين على قلب رجل واحد